وبمناسبة الاحتفال بذكرى نصر أكتوبر المجيد بعث وزير الداخلية محمود توفيق برقية تهنئة إلى الرئيس السيسي أكد وزير الداخلية أن هذا النصر العظيم سيظل رمزا للفخر والاعتزاز بتلك الذكرى الخالدة وبرجال أعلوا قيمة الفداء والتضحية وضربوا أروع الأمثلة في البطولة والشجاعة وسطروا بحروف من نور بطولاتهم كما أكد وزير الداخلية أن مصر ستبقى نموذجا يحتذى به في تاريخ العسكرية على مر العصور وبعث وزير الداخلية محمود توفيق ببرقية تهنئة إلى الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي أكد فيها أن نصر أكتوبر العظيم سيبقى دوما شعلة مضيئة في تاريخ العسكرية وسيظل شاهدا على بطولات وتضحيات رجال قواتنا المسلحة الباسلة كما بعث وزير الداخلية ببرقية أخرى إلى الفريق محمد فريد رئيس أركان حزب القوات المسلحة لتهنئته والمجلس الأعلى للقوات المسلحة والقادة والضباط وضباط الصف والصناع العسكريين والجنود بمناسبة ذكرى نصر أكتوبر المجيد